نعم، سقطت في مكان ما، هذه هي الحرب، نحن نستمتع في حياتنا استيقظ سكان في يوديسيا ليلة الأحد الثالث من مارس على سلسلة من الانفجارات وبدأ سكان القرم فوراً الحديث عن الانفجارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحدثوا أيضاً عن ظهور الحريق في منطقة مستودعات النفط وفي صباح اليوم التالي، ذكرت وسائل الإعلام المحلية بأنه في جبه زياد القرم تم إغلاق طريق تفريد السريع في منطقة فيوديسيا بشكل جزئي وفي وقت لاحق، أعلنت حركة أتيش التترية عن تدمير خط أنبيب النفط التابع للمحتلين في المدينة وتم لاحقاً الإعلان عن القضاء على عواقب الهجوم حتى صباح اليوم التالي والخسائر كانت هائلة خلال شهرين الماضيين، تعرضت منشآت النفط الروسية للهجوم ثماني مرات على الأقل ولحقت أضرار بعدد من المحطات الكبيرة في توبيسي وأوسلوغا على ساحل بحر البلطيق وبالقرب أيضاً من سام بوتروسبرغ وتحديداً في التاسع عشر من يناير من العام الجاري احترقت أربع خزانات وقود يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من ثلاثة ألاف ومائة طن في منطقة بريانسك وتم إطفاء الحريقي فقط في اليوم الثاني بعد منتصف الليل وتعد منتجات تكرير النفط إحدى الصناعة التصديرية المهمة للاتحاد الروسي وبعد الهجمات على مستودعات ومخطط النفط حدث نقص في وقود السيارات في السوق الروسية ويقول الخبراء أن استمرار الهجمات على مصاف النفط قد يؤدي إلى صعوبات خطيرة بالنسبة للاقتصاد والقدرة الدفاعية لموسكو حاولت روسيا تحقيق شيء مماثل من خلال مهاجمة صناعة الطاقة الكهرومائية الأوكرانية في شتاء العام 2022 والعام 2023 وكانت هذه الأهداف هي المحولات الضعيفة في محطات الطاقة الأوكرانية اعتقادا منها بأن كييف لن تكون قادرة على إصلاعها واستبدالها بالسرعة الكافية والآن حان دور روسيا لتصبح هدفا لهجمات مماثلة وفي الأول من مارس فرضت روسيا حظرا مؤقتا على صدرات البنزين وسوف تستمر حتى نهاية الصيف القادم وكما ذكرت الحكومة الروسية فإن القرارات المتخذة تهدف إلى الحفاظ على وضع مستقر في سوق الوقود خلال فترة الطلب المتزايد المرتبط بالعمل الميداني في الربيع وموسم العطلات والإصلاحات المقططة لها لمصاف النفط وفي الواقع فإن السبب الحقيقية بحسب الخبراء هو بداية الهجمات الخطيرة على منشآت صناعة النفط الروسية إن الطائرة بدون طيار والتي تحمل من 2 إلى 3 كيلوغرامات من المتفجرات قادرة على تدمير وحدة محددة في مصفات النفط والتي تعتمد عليها إمدادات النفط لجميع الوحدات الأخرى وما إلى ذلك وإذا حدثت مثل هذه الضربات فلن يكون من الممكن معالجة الملايين من الأطنان من النفط السنويا وفي نهاية المطاف سيعاني كل من الأقصاد الروسي وإمدادات الجبهة يقول الخبراء أن هناك الكثير من مستودعات ومحطات النفط في روسيا لذلك فمن المستحيل حمايتهم من المزيد من الضربات الجوية وفي هذه الحالة قد يؤثر النقص في روسيا ليس فقط على البنزين ولكن أيضا على المنتجات النفطية الأخرى وهذا سوف يؤثر على العديد من الصناعات أعداد النتالي قوساك ولديمير تشينجلوف لقناة يوتيفي عربية ترجمة نانسي قنقر